اشتركوا في القناة 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 كابتن هيثم مع واحد من نجوم مباراة اليوم كابتن أسامة الجزيري المحترف التونسي وطبعا الحارس المتقلق عبد الرحمن حميد إليك الكلمة الآن تفضل لكابتن أيمن سهلا حامد مرسلتنا من الأرض الملعب أشكرك شكرا جزيرا يعني نستكمل كلامنا طبعا الأمور التي يعني خلينا تفاعل أكتر مباراة النهاردة حاليا كنت بتقول ما طبعا وجود الناشئين يمكن ياسر سيف النهاردة أحد نجوم اللقاء ولعب زغير فوكس برضو بالرغم أنه يعني مش في مستوى المؤتد بس دوء طبيعي العيب زغير بيطلع وينزل المستوى عندك لاشين النهاردة يعني بتالي في حاجات تستدعي اللعيب في حالتها كويسة بصراحة يعني لما كان كل واحد بلعف مركزه كانت الحياة كويسة جدا بالضبط هو هم درسوا كويس قوي أو المحاضرة اللي هي كانت قبل المباراة عارفين عايزين إيه مباراة كانت ترى محنوس درس كويس قويس نادي سبورتين عارف يستغل من أول دقيقة في تشط الأولاني إلى موصل الهدف اللي هو عايزه صحيح يا كابتن طيب خلينا نتلع الفاصل أعزائي المشاهدين ويرجع نكمل كلامنا عن مباراة اليوم والانتهت بفوز النادي الأهلي 37-35 نادي الأهلي على سبورتين في كرة اليد ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد وخلينا نروح لأرض الملعب وزمنا فرقو صلاح ولقاء مع المديرة الفني كابتن طاري محروس اتفضل فرقو من جديد أجد التحية بالكابتن عيسام السعيد ووضيفه الكابتن ياسر صلاح وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق سبورتينجي بنتيجة 37-35 يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء الكابتن طاري محروس المدير الفني الفريق للنادي الأهلي كابتن طاري برحب حضرتك على شاشة تقناة النادي الأهلي مجهود كبير جدا مبزول من الكابتن طاري محروس مع فريق الأهلي لكورتلياد مرحلة صعبة جدا جيل جديد وفريق جديد وأمور جدد كتير جدا وتطلعه كتير جدا لجماهير النادي الأهلي منتظرها من فريق كورتلياد بوجود الكابتن طاري محروس أولا بشكرا حضرتك على اللقاء ده وبسلم على الكابتن هيسم السعيد الرجل المحترم والكابتن ياسر صلاح في الستوديو الحمد لله رب العالمين على النتيجة دي النهاردة زي ما قلنا احنا عندنا طبعا عناصر نقصة كتير في الفريق العناصر دي أساسية مش عناصر حتى حتى عناصر أساسية ومش موجودة الأولاد قدوا ده الشوت هايل الشوت الأول وأول عشر ده من الشوت الثاني طبعا بعض الناس هتكون زعلانا مننا على العشين دي الأخيرة ده وضع طبيعي المجموعة اللي لعبت في الآخر دي بقالها فترة كتيرة ما بتلعبش مجموعة من العناصر الصغيرة لازم أديهم لأن أنا لسه عندي على نهاية الدورة حوالي عشر 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 ما يضمنش فيه إصابات لو ما قدرتش يديده أديهم دلوقتي وأنا كذبان في الاسكور ده هتبقى عندي مشكلة لو حد حصل لأصابة هلأى اللعيب اللي أنا محتاجه ومش موجود معايا في الملعب وبالتالي بتديله بدلوقتي يغلط هديله تاني عشان يقدر ما نكون محتاجينه في أي وقت من الأوقات لو أقدر حصل إصابة نقدر نكون وقفين إحنا الحمد لله طمين على من المجموعة اللي تقريبا بتعتبر من أساسيين طبعا فيه حاجات كتير حصلت يعني إحنا المرضى مثلا ما بدناش بأسامة الجزيرة اللي هي لإنه راجع من إصابة كورونا فإديناها في نهاية الشوط الأول ثم مبدأت الشوط التاني وهكذا حاولنا نعمل تدوير ونعمل في الملعب من خلال اللعب والحمد لله إن إحنا كسبنا المباراة النتيجة بالنسبة لنا نتيجة كويسة بالنسبة للعناصر الموجودة وبعتذر لجمهور النادي الأهل التاني على العشرين دقيقة اللي في الشوط التاني لكن لو أنت قاعد مكاني في الكرسي محتاج أنك تجهز كل اللعب ادي له أنا كسبان عشر تجوان وما الهد اللعب إمتى فادي له وأنا كسبان عشان أنا ما يغلط ما يقصرش عليه في النتيجة كابتن طريق بتتكلم باللسان المشجهة الأهلاوي بطولة أنا بعتذر لجمهور النادي بس هنا عايزين نكون منصفين في ظل الغيابات اللي عندك دي دور كبير جدا لكابتن طريق محروس والجازج الفني والله هو الجازج الفني بصراحة فترة اللي فاتت الناس اشتغلوا وأنا مش موجود وأدوا أداء عالي وأنا بشكرهم لأن ما فيش إيدي اللي وحدها بتسقف كل الناس بتشتغل والنادي الأهلي زي ما بيقولوا بما حضر أنا بشكر اللعب اللي قدت النهاردة عندنا مشوار طويل زي ما قلنا وبنقول وبإذن الله بفترة جاية يعني أنا أعد جمهور اللعيبة عشان تنح تخلص على الدوري وتقدر تكسبه وبإذن الله الشحن المعنوي والفن اللي احنا شغالين عليه ربنا يكرمنا ويمنع عنا الإصابات لأننا خلاص استويت من الإصابات كبتن طارق أنا عايز أستغل أستغل حضرتك كلمة الجمهور النادي الأهلي أنا عارف أن أنت قريب من جمهور النادي الأهلي وجمهور بيسق في كابتن طارق محروس كابتن طارق محروس في مرحلة البناء دي اللي احنا بتشوفها وحق النتائج دي عايز تقول الجمهور النادي الأهلي عايز أقول لكم اصبروا بس على الأولاد دول أنا متوسط عمر فرقة 23 سنة ما فيش فرقة في العالم متوسط عمرها 23 سنة وبتنافس على بطولات في كل مرحلة بتلعبها اصبروا علينا أنا عندي اتنين لعبة بس خبرة والبقية صغيرين المستقبل لنادي الأهلي وكل الدنيا وكل المهتمين باللعبة وكل الناس بتقول بتقول الفرقة دي اعتبارا من المصم القادم عمر 23 سنة أولاد كلهم صغيرين طلعين مع بعض قدامك انت عشر سنين بإذن الله مش هتخسر أي بطولة اصبروا عليهم ماينفعش اللعيب وهو طالع صغير أنقضوا ماينفعش إن أنا يعني أحاول أأثر من شغله لأنه هو هو في الأول وفي الآخر بيقرأ أنا شخصياً اللي عندي فيسبوك ولا عندي تويتر ولا عندي حاجة ولا ببص ولا أبدأ ليه أنا شغال في شغلي ومعايا جهازي نسمع عن بعض وبنشتغل في الملعب أنا مشكلتي إن أنا بلاقي اللعيب جاي في التمرين منكسور ملك قالوا علي كذا ما تقروش مش هقدر أمنعهم لو سمحتم شجعوهم دول ولادك طري المحروس قاعد السنة دي مش قاعد بكرة ما فيش حد مخلط في النادي الأهلي النادي الأهلي لشعاره وجمهوره ما لكمش دعوة بطري المحروس خليكوا مع فرقكو شجعوا فرقكو فرقكو دي أبطال شجعوا اللعيبة ما لكمش دعوة بي أنا بقدي دوري ربنا يكرني أكسب بشكر ربنا ما كسبتش ربنا اللي رايت بس أنا بقول لكم أنا بديكم جيل تكسبوا عشر سنين قدام أرجوكو شجعوهم دي فرقة هي دي أمل النادي الأهلي والله عشر سنين ما هيخسروا الطولة بإذن الله أنا بشكر حضرتك يا كابتن طارق وزي ما قلت كلام طالع من مش أقول قلب المدير الفني لكن قلب مشجع أهلاوي منتمل كان النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين أنا دخلت النادي الأهلي أنا عندي سبع سنين عندي درويات سبعة وسنين خمسين سنة خمسين سنة جوة جدران النادي الأهلي كل حب الطراب أنا على راسي من فوق النادي الأهلي هو اللي عمالني وما قدرش أقوله أكتر من كده وبشكر جمهور النادي الأهلي أنا الأول مرة أقف قدام الكاميرا ما محبش أقف قدام الكاميرا كتير بس انت عشان طلبت مني كده وانا عايز اوصل رسالة دي لجمهوري النادي الاهلي اقفوا جنب لعبكو اللعيبة دي نجوم مستقبل بإذن الله شكرا كابتن طارق وربنا ديك الصحة كابتن طارق شكرا 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 كابتن عيسام اعتقد كلام مهم جدا وكلام في غاية الاهمية مش اقول من المدير الفني لنادي الاهلي لكابتن طارق وحروس اقول لك انا اقول لأب للاعبين كابتن طارق بتكلم في خمسين سنة عايزين نقول له انت لسه شبابا كابتن طارق يعني مبارا كبيرة وكلام كتير جدا اعتقد حدك ليك تعقبات كتير جدا على الكلام المهم جدا اللي قاله كابتن طارق محروس في هذا اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سبورتنج بنتيجة سبعة وتلاتين خمسة وتلاتين من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسم السعيد زمان العزيز فروس الله من أرض الملعب شكرا جزيرا كابتن طارق احنا طبعا يعني كلمتك لكابتن طارق محروس يعني احنا مقدرين المجهود واكيد حدك بتعمل انت تسعج جمهور النادي الاهلي واكيد جمهور النادي الاهلي هيكون في المعاد المطلوب منه ودعم هذا الفريق يمكن كابتن طارق محروس النهاردة يعني اذا ما تقول بيقول يعني او بيودر سر في العادي ما بيسجلش او ما بيطلعش بالألام يعني ما بيطلعش يمكن الجهاز الفني بيطلع معنا اكتر بس يعني تعالي على كلمة كابتن طارق ايه بيقول لكابتن طارق احنا عارفين ظروف الفرقة وعارفين ظروف الاصابات اللي عندك انت عملت الشوت الاولاني كويس جدا وبالزبط زي ما انا قلت لها كابتن ايسم هو اول عشر دقايق في المباراة ده سفيها كويس لا كلنا عارفين ان الاصابات وكلنا عارفين ان الناس سنها صغير معظم الناس ما تلعبش في مراكزها كلنا في ظهر النادي الاهلي وورا الفرقة ووراك يا كابتن طارق انا معرفش انا مش عايزك تبص اي حد بيتكلم وفرقة ماشية كويس اعمارها صغيرة انا شايف لا فيه مستقبل جاي للنادي وان شاء الله ربنا وفقك ودوري وكاس وصوبر وافريقيا كل الدعم لك يا كابتن طارق والفرقة والنادي الاهلي كله واحنا جزء من جمهوره ان شاء الله ورا هذا الفريق كابتن من وجهة نظرك سريعا من هم النجوم اللي قال سريعا سريعا عندي محصر رمضان سبع اهداف عندي مهاب 2002 سبع اهداف عندي حميد هايل 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 ان شاء الله تتكرر تاني بإذن ذاك ان شاء الله عزيزي المشاهدين دكعة مباراتنا النهاردة وكذا ده كان كلامنا قبل المبارات وبعد المبارات اتمنى الفوز لفريق النادي الاهلي وكل فريق النادي الاهلي باشكركم شكرا جزينا حسن المتابعة وإلى لقاء آخر مع جولة جديدة من جولات شكرا جزينا